دي اناي مساء الخير أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستزيد بعد أيام معدل تخصيب اليورانيوم إلى أي مستوى بيخطر عبالها يعني رح تتخطى لحد الأقصى المنصوص عليه بالاتفاق النووي المواقع عام 2015 وكان سبق وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنه إيران تخطط مستوى تخزين اليورانيوم المخصب المسموح فيه إلا بس بـ 300 كيلو جرام هي تجاوزت لـ 300 بالمعركة مع واشنطن إيران ما بتعتبر حالة لوحدة حقيقة يعني ومش بس هي بتعتبر الواقع هيك ما حلفة يا جماعة اليوم الشراكة الإيرانية الصينية الشراكة الإيرانية الروسية هي مؤشرات قوة الصين وروسيا شريكتان في دعم الموقف الإيراني بشكل حاسم وبدون أي تردد معلوم الموقف الروسي والصيني هيك مش أنه متعاطف مع إيران لا بل متقدم على إيران لدرجة بتحس أنه يعني كأن الروس والصينية بدون يحاربوا أمريكا عبر إيران الموقف الروسي الصيني شغلي يعني ليك ليك الصيد التي أسفت لتجاوز إيران حد المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدورها ماسكو دع تهران إلى احترام الأحكام الأساسية للصفقة إننا ندعو زملائنا الإيرانيين إلى التحلي بضبط النفس وعدم الخطوع للمشاعر واتباع البنود الرئيسية مع الوكالة الدولية لطاقة الذرية وأحكام البروتوكول الإضافي لهذا الاتفاق اللي بيقول إيران معزولة ما بيعرف شي بالسياسي من وين شايف دعم صيني روسي وين عن جد يعني الله يمنحني عشرة بالمية من السقة بالنفس اللي عندك وين شايف دعم هدي متل وقت قالوا أنه إيران شقة الغرب وأوروبا مع إيران ضد أمريكا لتوقف أوروبا مع إيران بدأ إيران ما توقف مع حالها أصلا بريطانيا وفرنسا وألمانيا الدول الثلاث في بيان مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أكدت أن التزام أوروبا بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل الأمين العام يحث إيران على مواصلة تنفيذ كل التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي هيدا الحكي شو يعني؟ يعني خليك يا إيران بالاتفاق التزم بكل شي مطلوب منك تلتزم فيه ما تاخده ولا شي بالمقابل لنظلك أوروبيين وقفين معك لا العرض الحقيقة ما بينرفض حبيبي إذا بقيت إيران بالاتفاق بصرف النظر عن واحد انسحاب أمريكا اتنين عدم حصولها على أي شي بالمقابل أنا بوقف معها شو بدل قصة؟ أنا أقف معها إيران فيه لا بس كمان أبصوص ليك إيران مش حبة يعني إيران قصة كبيرة يعني ليك مش هني عم بقولوا هيك الصحافة الأمريكية عم تقول هيك وول ستريت جورنل نقلت رواية الحسابات التي جرت في كواليس الإدارة الأمريكية حول جدوى العمل العسكري ومخاطره واستخدم في وول ستريت جورنل في التقرير الذي أعد حول هذا الموضوع تعبير التداعيات الخطيرة التي ستشعل حريقا كبيرا في المنطقة سيهدد إسرائيل وجميع المصالح الأمريكية عند هذه النقطة تراجع ترامب وأعلن عدوله عن الضربة ماشي ماشي يعني حس ترامب بالصخم وقف الضربة قال خيش شو بد يبقى القصة فهو ما بيمزحه قوم أنا أعمل لي ضربة يصير تداعيات خطيرة وتتهدد إسرائيل لا ما بحمله بعدين الإيرانيين يعني واضحين بهالقصة علنا عم بيقوله وانتبه علنا استقبل رئيس بشار الأسد علي أصغر خاجي كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني لشؤون السياسية الخاصة والوفدة المرافقة له وتنول لقاء المراحل التي قطعتها الحرب على الإرهاب في سوريا ورد على الاعتداءات التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المنتشرة في إدلب بحق المدنيين في المناطق المجاورة لحظة بس بحثوا هول مواضيع الإرهاب وضربة الأحد بالليل ما بحثوا فيها طلع الطيران الإسرائيلي فلح مواقع الحرس الثوري وحزبها الله فلاحة هادي ما تناقشت بين الأسد ومساعد وزير الخارجي لا لا بس أبو السوس بأعتقد أنه هذا بلك دليل ارتياح أنه موضوع ما بيعني يعني بلك مرتحين الجماعة عليه أنه ما كتير فرقة معهم الضربة اللي صارت لأنه عملوا شيء نحن ما بنعرفه بمواجهة هذه الضربة أنا هيك بقول نقلته وكالة سبوتنك عن مصدر عسكري وصفته بالكبير بأن القوات السورية شغلت بطاريات S300 عندما حصل العدوان الإسرائيلي لكنها لم تستخدمها كانت جاهزة كما قال المصدر العسكري السوري الكبير لوكالة سبوتنك كانت جاهزة وهيئت وشحنت بطاريات S300 لوكالة سبوتنك الروسية من مصدر عسكري سوري بأن دمشق شغلت بطاريات منظومة S300 للدفاع الجوي من دون استخدامها خلال الاعتداء الإسرائيلي الأخير ها كيف دوروا البطارية بس ما استخدموا الصواريخ وهيئك عادي تركوا الطيران والصواريخ الإسرائيلية تتساقط على مواقع الحرس السوري ومواقع حزب الله بسوريا بس اكتفوا بالبطاريات عما إذا من تشغيل البطاريات خاف ترامب كيف لو شغلوا البطاريات وكبوا الصواريخ لا هيك بدك تحسبها يعني إذا بدك تفكر كممانع هيك بدك تحسبها إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر